اشتركوا في القناة احب اقولها صراحة يعني ما احب اقولها واللي اللي اياي بعض انضرب يعني ضربوا ودوني وحكموني اربعة شهور السجن وصادروا وبعد طراري وجيت عقب اربعة شهور او عقب السجن يعني رحت بغيت اروح قطار بعد اللي ممنوع ادخل خير شر يعني يعني سواوا عليي بلاك لست ما ادخل قطار مش لو نجودوهم الطريقة التجويد اننا هددوهم بالسلاح لانا قولوا احنا في البحرين الناوخالي اللي عندي يتكلم عربي صالها فاترة يعني فيتكلموا اياه وقاموا يضربوه يعني ضرب مبرح وهددوه بالسلاح لانه ما هو قاف لانه يقولك انا في البحرين فجودوهم وودهم قطار هناك بالتهديد السلاح اقبوا ما اضربوهم في الافعة عمال ضربوهم سحبوهم الى قطار الرويس وقعدوا هناك تقريبين سبوحين او ثلاث السابع وودوا من ضمنهم اثنين وودهم من المستشفى وعقب سبوحين جاءنا اتصال ان الهندي نفسي العامل انهم في المستشفى اللي قلوا صادني ضربو قوم يزوع دام وعقب شهر جوبوا العمال رخصوه وجوهن البحرين وجودوا البانش فلافة شهور في قطار وغرامة خمسين الف ريال فتعطل الشغل وخسارتي خسارة يعني كبيرة ان الموسم راح عليه والعمال لازم اجيب جدا يعني العامل صاليه تقريبا ثلاثين سنة ويالوالد كان يعني فترة وهو يتكلم عارب يعني عدل فخسرت الموسم وخسرت الحضيض يعني حقب ثلاثة شهور ما هدوننا وجينا البحرين وسافر العامل احنا انا اكلم خاطب الشعب القطري لان احنا اخوان واهل في نفس الوقت شلون ترضون على اهلكم يسون في النشد الامن مالكم ضربون العمال ودوا المستشفى هناك صار ليه تقريبا سبوعين الاشارة هناك مرقل شلون بهالطريقة الوحشية هادي تضربونهم اشتركوا في القناة